تفرش في الأعمال الجديدة السنية في رمضانم؟ مش برش في شنية تفرشت؟ والله إيش مش تفرشت في شوية مش ينسر إيه لي شنية شوية؟ تخطر في رمضانم ذا ليه ما تفرش علش؟ حاطر تعرف علش مين نعرف يا نقول؟ تختاني يا منالي كياتا ومش توقع لي بالله مش موقع فيك اخي مش تكلم منها في بغسك ربي عينهم من إخذ معروحهم والله إنتم نعلم كل الخير والله يا ربي عينهم هما أبدعوا خدموا نحترم كل ممثل وكل إنسان معناه عتام بما السيناريوية تضعى فضعى فضعى بيسش إن شنون؟ الكل؟ نوقض السيناريو ما نوقضش الممثلين ولا المخرجين نوقض إلا السيناريو السيناريو ضعيف ما هو شكلي كم يقبل نخدموه فيه إحنا تشوف توا انت غادل توا يتبث الأعمال القديمة لكل اليوم تبث وتوقع جمهور وتعاو تقع إقبال عنده جمهور وعنده كذا تجي توقع عليش موحاجة خاصة تن حاجة ميعتويوك ويبرزولك كان كان حاجة الخائبة في تونس علينا عنا عمى عنا كما عنا الخائب كما عنا البيئة يزيدا عليش ما نوريش البيئة يعني كنتي واحد ديماج دولتي يعني عليش أنا عليش نقزمها الدولة عنا كان الدراج إحنا وعنا كان الفساد وعنا عنا ما شاء الله في تونس عنا عنا ناس محترمين وكذا مش الناس كل خايبين ومش الوليدات كل خايبين بالعكس وطم ووليدات مطربيين محليهم محليهم بالحق عليش توريكين في ذاك كل عام في رمضان ونشوفوا إلا في الفساد علي هذي اللي خليني شباها مصر مصر يوريك منا ويوريك منا يوريك الصعيد ويشوفوا يوريك يوريك يودي يتمشي لمصر تشوفهم كلهم حل حل يجي تشوفهم في في تلابز الأبتال شبانوا بيضوا وتقول والله والله عليش هما هكا يعني علي خاطر عليش هما يبثولك في ثقافتهم لأنها زادها باش متنا تحبهم احنا ليه احنا ماذا بنا ها اضرب مهني كيما وريت الحاج الخايبة ووري الحاج الباية اه